نروح لأقبار في شبه اتفاق ودي حصل بين مسؤولي النادي الأهلي وأيمن أشرف مدافع الفريق أنه يمشي بنهاية الموسم الحالي على سبيل الأعارة زي ما حصل مع سعد سمير مع أنه الأهلي مش هياخد مقابل مدي للأعارة دي يعني طلع أعارة تأديراً اللي انت عملته مع الأهلي خلال الفترات الماضية إحنا مش هنطلب مقابل مدي لهذه الأعارة ولو حب النادي الأهلي يرجعك مرة أخرى تبقى موجود مع النادي الأهلي الأهلي يحترم أيمن أشرف وأيمن أشرف يحترم النادي الأهلي وأنا هنا هقف للحظات لسواني أيمن أشرف حقيقي لعب محترم ومثال بالمناسبة يعني في أفراح النادي الأهلي النهاردة فرصة أن أيمن أشرف ياخد حقه فرصة أن أيمن أشرف ياخد حقه لعب أساسي مع منتخب مصر لعب أساسي مع النادي الأهلي لعب زهير أيسر لعب مدافع بيعمل كل حاجة مع النادي الأهلي ومنتخب مصر جي مارس الكولر من حقه تماماً أنه يقتنع بلعبين وما يقتنعش بلعبين أعظم مدربين العالم كده يبقى أنت شايف اللعيب ده نجم بس المدرب ما يقتنعش بي حقه حد خاصة أنه ماشي كويس يعني مارس الكولر ماشي كويس مع الأهلي فمحنش هيلوموا أنت ليه مقعد أيمن أشرف ليه مش مهتم بأيمن أشرف طيب في المقابل أيمن أشرف لا تصريح مصرب ولا تصريح معلن ولا اكتبع على السوشيال ميديا ولا مدخلة هاتفية ولا أي حاجة تبين أن الراجل ده خطبان زعلان متضايق بيرمي مثلاً كده إيه زينا بيقولوا مثلاً في الكوليق يعني أنت عافي أنت بيسعب بيجي لنا أخبار يقولك إيه مصدر لينا مثلاً قال لنا أن أيمن أشرف من ده بيبقى هو أيمن أشرف نفسه اللي بيبقى نميها بالمناسبة يعني هيبتبقى الحكاية كده فنقول مصدر مقرم من أيمن أشرف ولا حاجة خالص وكل الناس اللي كلمت مع أيمن أشرف ما بيعلق طبعاً طبعاً نفسه يلعب وزعلانه ما بيلعبش بس لا إساءة للنادي الأهلي لا إساءة لمدرب النادي الأهلي ولا أي أزمة فبصراحة أصلاحك كل التحايا ده أيمن أشرف مصدر في النادي الأهلي كمان قال لنا في رقم عشرة أن صفقة انضمام جاكسون موليكا للأهلي فيها شوية تعصر ده لي النادي بشكتاش التركي ما زال يغالي في طلباته المالية لكن ما قيل عن غلق الملف ده نهائياً انضمام موليكا للنادي الأهلي ده مش صحيح ده مش صحيح النادي الأهلي ما زال يحاول عشان يضم موليكا في الصيف اللي كان المفروض يجيبه في الشتاء هيحاول يجيبه في الصيف عفوا مارس الكولر متمسك جداً بضمه وشايف أنه لعيب مهم جداً في تشكلته شايف أنه لعيب مهم جداً في طريقة قعبه ده بالنسبة لي موليكا عفوا كمان أليو ديانج ممكن يكون جزء من الصفقة ده اقتراح التقال في النادي الأهلي وفي حديث في هذا الأمر أن أليو ديانج ممكن يبقى في صفقة أبو دولية مع موليكا بس ده لم يحسم حتى هذه اللحظة لم يحسم ده بالنسبة لموليكا في كمان قرار تم الاتفاق عليه داخل النادي الأهلي خلال الأيام اللي فاتت عشان يساعدوا كهرباء في سداد غرامة نادي الزمالك وده حكاية تعرفين غرامة كبيرة طيب النادي الأهلي هيساعد كهرباء إزاي أنه هو يسدد هذه الغرامة النادي الأهلي قال لك عفوا لسه ما جلناش برد يا جماعة والله لسه جايين وسلام والحمد لله واخدين فترة راعة طويلة بس يوه ممكن الأجواء يعني أو شوية الحماس اللي خلناها مع حضراتكم النهاردة عشان النادي الأهلي الحكاية بتاعة الكهرباء ببساطة شديدة النادي الأهلي هيمد عقد كهرباء لمدة موسمين إضافيين هيمد عقد الكهرباء عقد الكهرباء أصلا هينتهى 24 2024 طيب هيمده لـ 2026 العقد السنتين الزيادة دول تمانهم كام 30 مليون جنيه إنه هو ياخد في السنة 15 مليون جنيه في العقد الجديد وهو أصلا بياخد 12 مليون يعني الأهلي هيزود له كمان 3 مليون في السنتين 25 و26 فياخد 30 مليون دول ويساعدوه في تزديد الغرامة اللي عليه لنادي الزمالك وتخلص الحكاية دي حدودة الكهرباء أو آخر الأبديت أو التحديث فيما يخص غرامة الكهرباء وتزديدها لنادي الزمالك هيسددها 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 خلص دي حكاية الحكاية دلوقتي في الآلي إزاي يسددها إزاي طيب ترجمة نانسي قنقر